في بعض الأمور الخاصة بالقمة هنا يمكن احنا بتنكلم في القمة بشكل مختلف على الأمور الفنية والأسرار والذكريات هيبقى مع كابتن رمضايا السيد والكابتن محمد صلح لكن بعض الأمور الفنية طبعا أو بعض الأمور الخاصة بمباراة القمة دي اللي احنا بنركز عليها هنا في البريمو في أخبار أول خبر يمكن هو أن محمد عادل وده خبر احنا كنا قلناه الأسبوع اللي فات بيقترب بشكل كبير من إدارة مباراة القمة حكم محمد عادل بيقترب بشكل كبير من إدارة مباراة القمة تعالوا نشوف احنا كنا قلنا الأسبوع اللي فات الكلام ده تعالوا نشوف ونرجع نكمل مع بعض وفعلا يعني في حالة في حالة كابتن شريف كابتن مصطفى اختيار حكم مصري ففي حكمين الأقرب يعني لا في كتير أنا بقول خبر لكن مش محمد عادل أو محمود عشور باعتبر أن في محمد الحنفي كان أدار قبل كده وفي أمين عمر أدار قبل كده ومحمود البنة أدار قبل كده كويس وإبراهيم نور الدين أدار وفي أحمد غندور حكم ممتاز وفي أحمد غندور طبعا حكم ممتاز بس يعني الأقرب في حالة إسناد هيبقى واحد من دول واحد من دول محمود عشور أو محمد عادل والتنم حكمين كويسين بصراحة حكم عشور يعني على أعتبر أن دي آخر سنة لي تكريم ومحمد عادل باعتبر أنه هو عمل موسم جيد وكام راشح فيه حكام ممازين جدا على فكرة وصاحب قرار واخد بالك حكام بتشوفش لون الفانيلا إيه طيب ده كان يعني الكلام اللي كنا قلناه الخاص بالحكم طبعا محمد عادل اللي هو الأقرب لغاية دلوقتي طبعا لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح ما أعلنتش طبعا القيمة أو ما اخترتش طائم التحكيم اللي هيتم اختياره خلال الفترة أو خلال الساعات اللي جاية لكن زي ما قلت لك هو محمد عادل هو الأقرب لإدارة مباراة القيمة بكرة إن شاء الله وبرضو قبل ما نتكلم في الأخبار الخاصة بمتش القيمة بكرة في اشتركوا في القناة